ترأس اليوم رئيس محكمة الحسابات طاهر سليمان حقار بقصر الخامس عشر من يناير أعمال اليوم التفاكري حول مراقبة المكلفين بجمع الضرائب الجمركية فاطمان لحيمر إن الميزانية العامة والإرادات المالية من أهم المشاريع التي تولي الحكومة اهتماما خاصا والقيامي برقابة مكثفة حيث كونت لجان خاصة لمراقبة الإرادات المالية والصادرات المتعلقة بالثروة الحيوانية والزراعية لذا جاء هذا اليوم التفاكري الذي نظمته محكمة الحسابات من أجل تبادل الآراء والأفكار والرؤى حول مراقبة المهنيين والمكلفين بجمع الضرائب الجمركية رئيس محكمة الحسابات طاهر سليمان حقار قدم كلمة أشار فيها إلى أن هذا اليوم يهدف إلى إختار الرأي العام والوطني حول أهمية اللجنة المكلفة بالنشاطات والأعمال التي تقوم بها من حيث الرقابة ودعم الإدارة الرشيدة والشفافية في تسيير المال العام إضافة إلى ذلك تعريف الخدمات المقدمة من قبل محكمة الحسابات من أجل مراقبة المال العام وممتلكات الدولة والجدير بالتذكير أن اللجان الخاصة التي كونتها محكمة الحسابات تعمل على مكافحة الفساد والتلاعب بالمال العام والرشاوي التي من شأنها تهدم الاقتصاد الوطني للدولة